مدنيون على خط النار في حرب مستعرة هكذا وصفت منظمة نيوه يومانيتي للإغاثة الإنسانية أوضاع آلاف المدنيين في مدينة مأرب خلف القصف والاشتباكات المسلحة هناك وفي باقي مناطق اليمن حشودا من الجرحى والمشوهين ومبتوري الأطراف لا سيما من الأطفال المنظمة التي تسعى لمراقبة الكوارث والأزمات الإنسانية في العالم قالت إن الحرب في اليمن تسببت بظهور آلاف من حالات التشوه الخلقي الناتجة عن الغازات السامة والإشعاعات الضارة التي تصاحب الأسلحة المختلفة والمستخدمة في صراع دام قرابة السابع سنوات من جانبها رصدت الجهات الصحية اليمنية ازدياد حالات التشوه الجنينية والإجهاد في العديد من المناطق في البلاد لا سيما تلك التي تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثيين في وقت تؤكد منظمة اليونسيف أن نحو عشرة آلاف طفل يمني إما قتلوا أو شوهوا منذ بداية الحرب ولغاية اليوم ما يخلفه القصف والاشتباكات المسلحة في اليمن ليس آخر المطاف فلا تزال الألغام الأرضية والعبوات الناسفة والمتفجرات تقتل وتشوه المدنيين لتشكل خطرا قائما يتهددهم كل ساعة هم وحتى العاملون في مجال الإغاثة على حد سواء حيث تشير تقارير حقوقية إلى مقتل وإصابة نحو 1500 مدنيين على الأقل معظمهم من الأطفال بسبب الألغام الأرضية آلاف من القتلى والمصابين بعاهة دائمة تحولوا إلى أرقام تتداولها المنظمات الحقوقية وسط مواقف دولية لا يمكن وصفها إلا بالخجولة إزاء جرائم ميليشيات الحوثيين والتي حولت أجساد الشعب لبلد كان يوما ما يسمى بالسعيد حولتهم إلى مجرد دروع بشرية